بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هندرس مع بعض في هذا الجزء مقرر حساب التفاضل والتكامل واحد والجزء ده يتكون من خمس وحدات هبتدي بالوحدة الأولى اللي هي بغي calculus review أي كل ما سوف نحتاجه خلال دراسة هذا المقرر المحتويات بتاعت الوحدة دي هي الفئات sets اللي هي الفترات intervals ثم دالة المقياس absolute value وأخيرا المتبينات inequalities نبدأ بالفئة الفئة هي تجمع من الأشياء من الأشياء المعروفة والمحددة تحديدا تاما يعني أي كلام ده يعني أي اتنين يشوفوها ما يتمش بينهم اختلاف على هذه الأشياء وهذه الأشياء بسميها عناصر الفئة عناصر الفئة أو elements of the set وتكتب هذه العناصر بين قصين مع كفين بالشكل اللي قدامنا دا كده القصين مع كفين دول بكتب عناصر الفئة بينهم وبين كل عنصر والتاني علامة كومة ولكل فئة اسم يتكون اسم هذه الفئة من حرف لاتيني كبير وفي بعض الأحيان بنكتبها حرفين في نوعين من الفئة أو أول نوع هو الفئات المنتهية في نايت ست أي التي يكون عدد العناصر بتاع هذه الفئة عدد منتهي مهما كان كبير أو صغير يعني ممكن يكون في عنصر اتنين ثلاثة ألف مليون لكن في الآخر هو عدد منتهي أما النوع الثاني فهو الفئات الغير منتهية وهي التي يكون عدد عناصرها غير منتهي في طريقتين بعبر بيهم عن فئة أو بكتب بيهم من فئة الطريقة الأولى بنسميها طريقة الساد إن أنا بكتب جميع عناصر الفئة طيب لو كانت كبيرة قوي بعمل إيه زي ما حنشوف في المثال ده فئة الحروف الإنجليزية هي A, B, C, D لغاية X, Y, Z طيب أنا كده عملت سردهو بين كل عنصر والذي يليه في علامة كومة طيب إما اللي هي التلاتة نقطة دول التلاتة نقطة دول بيعبروا إن فيه هنا عناصر اللي هي بعد الـ D وقبل مين وقبل الـ X مثال تاني لو أنا بكلم على بعض مدن المملكة العربية السعودية مثل القصيم وأبهى والرياض وجدة دول أربع عناصر يبقى دي فئة منتهية عادة عناصرها أربعة إيه هم؟ هم مدن بعض مدن المملكة العربية السعودية فبكتبها بديلها رمز اسم A يساوي وفي القصيم معك وفين واكتب القصيم ثم يبقى هنا كومة أبهى ثم الرياض ثم جدة مثال اللي بعد كده فئة الأعداد الطبيعية فئة الأعداد الطبيعية اللي يبتدي من واحد واثنين وثلاثة التي نتعامل بها في الطبيعة طيب عادة دي ده عادة غير منتهش إذن هي فئة غير منتهي طيب حكتب إزاي؟ حكتب واحد كومة اثنين كومة ثلاثة أربعة وثلاثة نقطة ليبقوا ثلاثة ثلاثة دي معناها أن في العناصر دي ممتدة إلى مالة نهاية طيب بأنهي طريقة أن كل عنصر بيزيد على القبليه بواحد ولازم يكون لها اسم هنا اسمها بيه علامة يساوي والقصين المعكوفين اللي احنا قلنا عليهم قبل كده طيب الطريقة الثانية من طرق كتابة الفئات هي طريقة الصفة المميزة أي أننا بكتب حرف لاتيني X Y Z وطفر أي أن كان وهذا الرمز له صفة معينة نشوف مع بعض كده لو قلت حروف الإنجليزية احنا كنا كذبناها بطريقة السرد A B C D حتى Z لا هنا هكتب ان هي اسمها ايه كلمة يساوي القصين المعكوفين بكتب عنصر X الاكس ده بيرمز لأحد عناصر الفئة يبقى ايه هي الصفة المميزة هو أن الاكس أحد الحروف الإنجليزية الاكس دي ممكن تكون A B C D أي أن كان شكلها مثال ثاني فئة الأعداد الطبيعية كتبناها قبل كده 1 2 3 4 وبعدين 3 نقاط لا هنا هنكتبها أن هي X نقطتين فوق بعض يعني بحيث بحيث أن واحد الأعداد الطبيعية